بسم الله الرحمن الرحيم الآن يا خمس خلونا نبدأ في الدرس الرابع من هذه الوحدة بعنوان الأشكال الرباعية طبعا في هذه الوحدة بدايتها أخذنا درس المضلعات وعرفنا أن المضلعات تسمى بعدد أضلعها فالمضلع أو الشكل الذي يتكون من ثلاث أضلع يسمى بيت ثلاثي أو المثلث ودرسنا عنه في الدرسين السابقان وأخذنا تصنيفهم تصنيف المثلثات حسب أضوال أضلعها وتصنيفهم حسب قياسات زواياها أيضا إذا كان الشكل أو المضلع يتكون من أربع أضلع فهو يسمى بالشكل الرباعي وهو عن درسنا لهذا اليوم عن الأشكال الرباعية رح نتعرف بعض الخصائص لهذه الأشكال فالبداية لازم نتعرف على التعريف الشكل الرباعي وهو مضلع له أربع أضلع وأربع زوايا لأنه حكينا إحنا الشكل رباعي أي يتكون من أربع أضلع حسب الدرس الأول تبع المضلعات فالشكل أو المضلع الذي يتكون من أربع أضلع إحنا بنحكي له رباعي فهو مضلع شايفين؟ كم ضلع له؟ أربع أضلع وإذا رسمنا أربع أضلع نجرب نعد الزوايا كم زاوية رح يكون عندنا؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربع إذن المضلع له أربع أضلع وأربع زوايا أي شكل له أربع أضلع وأربع زوايا نسميه شكل رباعي نصنف الأشكال الرباعية وفقا لخاصية أو أكثر من الخصائص كالآتي تطابق الأضلع أي تساوي أطوالها توازي الأضلع أخلنا سابقا الأضلع المتوازية أي المتقابلة والتي لا تلتقي مهما مدناها من الأطراف فالأضلع أو المستقيمات المتوازية لا تلتقي أبدا مهما تدى من الأطراف والبعد بينها ثابت إذن رح ندرس تطابق أي تساوي الأطوال وتوازي الأضلع وتعامد أي وجود زاوية 90 درجة بينها زاوية 90 درجة بين الأضلع التوازي يعني ما بيلتقوا ما في تقاطع بينهم التطابق يعني تساوي في الطول أو في القياس خلونا نبدأ ونفهم هذه الأشياء من خلال المثال الأول صفحة 79 بيحكي لنا المثال الأول ألاحظ أطوال أضلع وقياسات زوايا كل من الأشكال أدنى للإجابة عن الأسئلة الآتية نخلونا ناخد الشكل رقم واحد نظروا إلى هذا الشكل أولا خلونا نعد عدد أضلع هذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربع أربع أضلع في هذا الشكل فهو شكل رباعي أيضا من لاحظ من الرسمات أو من الإشارات المحطوطة على هذا الشكل هنا بتلاحظوا فيه إشارة واحدة باللون الأحمر أيضا هون فيه إشارة باللون الأحمر مما يدل على أن هذا الضلع وهذا الضلع متساويان في الطول أو متطابقان هذه الخاصية الأولى اللي حكينا عنها هون تطابق الأضلع إذن بتدل على تطابق الأضلع وجود الإشارات باللون الأحمر أو الشحطات أو الشحطة اللي بهذا الشكل بغض النظر عن اللون أيضا هون عنا شحطتين أو إشارتين وهون إشارتين فهذا دليل على أنه هذا الضلع وهذا الضلع متساويان في الطول أو متطابقان إذن إحنا مندمج كل ضلعين عليهم نفس الإشارة هون إشارتين هون إشارتين يعني هذا الضلع وهذا الضلع متساويان في الطول هذا الضلع عليه إشارة وحدة وهذا الضلع عليه إشارة وحدة يعني هذا الضلع وهذا الضلع لهما نفس الطول أيضا خلونا نتطلع على الزوايا زي ما بتلاحظوا عنا قياس الزاوية اللي هون 51 وأيضا الزاوية المقابلة إلها يعني لقبالها مباشرة شايفين قياسها 51 وهما زاويتان متقابلتان ومتساويات في القياس أيضا هون الزاوية 29 وهون 29 فهما زاويتان متساويتان ومتقابلتان هاي قبالها هاي يعني قبال بعض ومتساويات في القياس هاي الأشياء الممكن نطلحها من هذا الشكل خلونا نشوف الأسئلة اللي رح يطلبها مننا على هذا الشكل كم عدد أضلاع هذا الشكل حكينا 4 1 2 3 4 كم عدد زاوية هذا الشكل 1 2 3 4 فإذا هذا شكل رباعي خلونا نشوف الشكل رقم 2 أيضا عنا 1 2 3 4 4 أضلاع فهو شكل رباعي وأيضا أربع زاوية نطلع على الإشارات المحتوطة على الأضلاع عنا شحطة وحدة أو إشارة وحدة وأيضا هون إشارة وحدة وهون إشارة وحدة وهون أيضا إشارة وحدة فهذا يدل على إيش يا خامس؟ شو رأيكم؟ يدل على أن هذا الضلع وهذا الضلع وأيضا هذا الضلع وهذا الضلع الأربع أضلاع ما لهم متساويات في الطول أي متطابقة الأضلاع جميع أضلاعها متساوية في القياس شحطة وإشارة وحدة مع إشارة وحدة وإشارة وحدة وإشارة وحدة يعني جميع الأضلاع متساوية في الطول أي متطابقة إذن عدد الأضلاع أربعة وعدد الزوايا أربعة هاي إجابة على السؤال الأول والثاني ننظر إلى الشكل الأخير الشكل الثالث له كنضلع واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع أضلاع وكنزاوية واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع زوايا بغض النظر عن القياس فهو شكل رباعي حسب هذا الدرس شكل له أربع أضلاع وأربع زوايا لكن بتلاحظوا ما في عنا أي دليل على تساوي أو تطابق في الأضلاع أو توازي أو تعامد ما في عنا قياسات هون ثلاثة اثنين واحد أربعة ما في حسب القياسات المعطاعة لهذا الشكل ما في عنا أي ضلعين متساويان في الطول لكن عدد الأضلاع أربعة وعدد الزوايا أربعة فإذن هو شكل رباعي حكينا في هاي الأشكال عن التطابق في الأضلاع بالنسبة للإشارات اللي محطوطة على الأضلاع عنا في هذا الشكل فهونا عنا هذول الضلعين متطابقين وأيضا هذول الضلعين متطابقين في هذا الشكل عنا الأربع أضلاع جميعها متطابقة هذا الشكل جميع أضلاعه مختلفة ما في عنده تطابق نجي ندرس الخاصية الثانية المذكورة لنا في هذا التعريف وهي التوازي الأضلاع انظروا إلى هذا الشكل التوازي يكون بهذا الشكل هذا الضلع وأيضا هذا الضلع يعتبروا ضلعين متوازيان ليش؟ نجرب نمد هذا الضلع للآخر من هون ومن هون وأيضا هذا الضلع للآخر من هون ومن هون هل يلتقي هذا الضلع مع هذا الضلع؟ يعني بيضربوا في بعض؟ بيقطعوا بعض؟ مستحيل لا يمكن حتى لو وصلت لآخر الكتاب لا يمكن أن يلتقي هذا الضلع مع هذا الضلع بهذا الشكل نحن منسمي هذا الضلع وهذا الضلع ضلعين متوازيان إذن في هذا الشكل الرباعي الضلعان متقابلان هنا متوازيان أيضا هذا الضلع وهذا الضلع المقابل له يعني هذا الضلع مقابل لهذا الضلع أيضا متوازيان لو مدناهم للآخر من هون ومن هون لا يمكن أن يلتقوا أبدا يعني ما بيقدر ما رح يضربوا في بعض أو يتقاطعوا أبدا إذن نسمي هذا الضلع والضلع المقابل له ضلعان متوازيان إذن هذا الشكل الرباعي فيه خاصية أن كل ضلعين متقابلان متوازيان وأيضا بالنسبة للطول أيضا متساويان في الطول إذن كل ضلعين متقابلان متساويان في الطول ومتوازيان ننظر إلى هذا الشكل أيضا فيه هذا الضلع وهذا الضلع متوازيان يعني لو مدينا هذا الضلع للآخر من الجهتين وأيضا هذا الضلع من الآخر إلى الآخر من الجهتين لا يمكن أن يلتقوا أو يحصل بينهم تقاطع إذن بنسمي هذا الضلع وهذا الضلع ضلعين متوازين لكن بيجي واحد يحكي لي ممكن نعتبر هذا الضلع وهذا الضلع متوازين بيحكي له لا خطأ جرب مد هذا الضلع من هون ومن هون مدهم وأيضا هذا الضلع مده للآخر من هون ومن هون بتلاحظ أنه في هذه النقطة سحصل تقاطع يعني صار في عنا تلاقي إذن لا يمكن أن يكون متوازيات لأن التوازي يجب أن لا يحدث تقاطع بهذا الشكل إذن هذا الضلع لا يوازي هذا الضلع هذا الضلع يوازي هذا الضلع هذا يوازي هذا لكن هذا لا يوازي هذا الضلع أيضاً يا خامس بتلاحظوا في هذا الشكل وجود زوايا قائمة عليها إشارة المربع هذه قائمة أيضاً وهذه قائمة فإذاً منحكي خلينا نأخذ مثلاً هذه الزاوية هذه الزاوية قائمة فمنحكي العامود وهذا العامود اللذان يشكلان هذه الزاوية نسميهم ضلعين متعامدان ليش؟ لأنه هذا العامود وهذا العامود فيه بينهم زاوية قائمة فيه مربع فهذا العامود أو هذا الضلع وهذا الضلع فيه بينهم زاوية قائمة إذن هذان الضلعان متعامدان حسب الخاصية الثالثة بتعريف الشكل الرباعي أو تصنيف الأشكال الرباعية حسب الخصائص هذا آخر خاصية هي التعامد فإذا لاحظتم وجود زاوية قائمة أو إشارة المربع هذا الدليل على وجود زاوية قائمة أي تعامد أو هذا الضلع يعامد هذا الضلع يعني فيه بينهم زاوية قائمة تمام؟ نفس الإشي عنا هاي الزاوية قائمة وجود شكل المربع إذن الضلعان الذين يشكلان هذه الزاوية هي الضلع الأول هذا كامل هذا الضلع وهذا الضلع فهذان الضلعان متعامدان ليش؟ لأنه فيه بينهم بين هذا الضلع وهذا الضلع فيه بينهم زاوية قائمة والدليل وجود إشارة المربع المرسومة على هذا الشكل بتدلنا على وجود التعامد أي وجود زاوية قائمة خلونا ننتقل للسؤال أو الشكل الثالث ونجد توازي أو تعامد تمام؟ خلونا ناخد ضلعين متقابلين ونشوف هل يوجد بينهم توازي؟ يلا خلونا نمد وهذا من الآخر ومن هون وأيضا من هون وخلونا نمد هذا الضلع أيضا من هون وأيضا من هون تمام؟ بتلاحظوا أن هذه الجهة حصل بين هذا امتداد هذا الضلع وهذا الضلع حصل فيه طلاقي أو تقاطع فإذا هذا الضلع وهذا الضلع ليسوا متوازيان ليست متوازيان ليش؟ لأنه فيه حصل تقاطع أو للتغلاقي التقى هذا الضلع وهذا الضلع بامتدادهم في النقطة هاي تمام؟ إذن هذا الضلع وهذا الضلع غير متوازيان أيضا لو عملنا نفس الإشي على هذول الضلعين لا يمكن أن يكون في بينهم توازي لأنهم رح يلتقوا في النهاية في نقطة ما في الأعلى زي ما أنتوا شايفين هاي مديتوا من هون وهذا الضلع أيضا عملت له امتداد بهذه الجهة التقوا بهذه النقطة إذن هذا الضلع وهذا الضلع لا يمكن أن يكونوا متوازيان نيجي على التعامد إذن بتلاحظوا قياسات الزوايا لا يوجد ولا وحدة قياسة تسعين ولا في حتى مؤشارة المربع هاي مي وسبعتاش هاي مي واربعتاش هاي وحدة وتسعين مش تسعين هاي ثمانية وثلاثين يعني لا يوجد ولا زاوية قائمة إذن لا يوجد تعامد التعامد لازم يكون فقط عند الزاوية تسعين أو عند الزاوية القائمة بوجود إشارة المربع تمام يا راه يا خامس لكن يا خامس في بعض الأشكال الرباعية لها أسماء فيسمى الشكل الرباعي أولا شبه منحرف يعني يسمى إلو اسم خاص فيه شبه منحرف متى بنقدر نسمى الشكل الرباعي الذي يتكون من أربع أضلاع وأربع زوايا شبه منحرف إذا كان فيه إذا توازى فيه ضلعان متقابلان فقط ضلعان يعني وجود فقط ضلعان اثنين يعني واحد مقابل للثاني ما لهم متوازيان توازي انظروا إلى هذا الشكل الرباعي واحد اثنين ثلاثة أربع أضلاع واحد اثنين ثلاثة أربع أربع زوايا فيه هذا الضلع وهذا الضلع فقط متوازيان لماذا؟ لأنه لو مدناهم من الطرفين لن يتقابلوا أو لن يحدث بينهم تقاطع إذا راح أعلمكم إشارة خاصة للتوازي وهي إشارة السهم فإذن راح أحطها على الأضلاع المتوازية حكينا الإشارة الشحطة أو الخط البسيط الصغير بيدل على التساوي في الطول أو التطابق في عنا إشارة جديدة إذا بتشوفها على الشكل إذا وحدة مع وحدة إذن هذا الضلع وهذا الضلع ما لهم؟ متوازيان إذن هذا الضلع وهذا الضلع متوازيان فمنسمي هذا الشكل شبه منحرف فيه فقط ضلعان متقابلان متوازيان هذول لا هذول ليسوا متوازيان ما في عليهم إشارة التوازي وأيضا لو مدناهم من الجهة اللي تحت راح يلتقوا في نقطة ما نأتي إلى الاسم الآخر في الأشكال الربعية وهي متوازي الأضلاع متى منقدر نسمي الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا كان فيه كل ضلعين متقابلان متوازيين و متطابقين أي متساويان في الطول وكذلك كل زاويتين متقابلتين متطابقتين أي متساويتين في القياس خلونا نمشي فيهم واحدة وحدة أول إشي الأضلاع انظر لهذا الشكل يا خامس فيه شكل رباعي فيه أربع أضلاع وأربع زوايا لكن فيه خصائص مميزة متخلينا نسميش متوازي أضلاع ليش؟ منلاحظ أولا بالنسبة للأضلاع هذا الضلع وهذا الضلع متساويات في الطول متقابلان ومتساويان في الطول أنا حطت لك الإشارة يعني تساوي في الطول وأيضا هذا الضلع وهذا الضلع ما لهم متساويان في الطول متقابلان هذا قباله إيش مباشرة هذا الضلع وعليهم الثنتين إشارتين إذن هذا الضلع وهذا الضلع متساويان في الطول إذن كل ضلعين متقابلين هذا مقابل هذا متوازيين بعدين رح نحكيها ومتطابقين بالنسبة للإشارة هاي إشارة التطابق أي تساوي في الطول نأتي إلى التوازي هذا الضلع مقابل هذا الضلع رح نحط عليهم إشارة التوازي لماذا يا خامس؟ لأنه لو حصل امتداد على طرفي هذين الضلعين لن يحصل طلاقي لو مدينا هذا هون من هون وأيضا هذا الضلع من هون من هون لا يحصل أي تقاطع أو طلاقي بين هذين الامتدادات إذن رح يكون هذا الضلع وهذا الضلع إشمالهم متوازيان بالنسبة للإشارة اللي أنا حطيتها يعني بتدل على أنه هذول الضلعين متوازيان أيضا في عنا هذا الضلع رح أحط إشارة مختلفة شايفين حطين اثنتين لأنه مش زي هاد هذول اثنين فقط هم المتوازيان وهذول متوازيان إذن رح أحط عليه إشارتين يعني هذا الضلع المقابل وهذا الضلع متوازيان و متساويان في الطول إذن انتهينا من الأضلع متقابلة متوازية و متطابقة أي متساوية في الطول و كذلك أيضا كل زاويتين متقابلتين يعني هذه الضاوية طبعا بعدين رح نكتشف لماذا أو كيف هاي الزاوية و هاي الزاوية متساويات في الطول أو في القياس قصدي و أيضا هذه الزاوية شايفين أنا بميز بالإشارة هذه الزاوية مع المقابل إلها متساوية في القياس فمنسمي هذا الشكل متوازي أضلع فيه هذه الخصائص كلها أي شكل آخر ما فيه الخصائص هاي اللي احنا تعلمناها القياسات و التوازي أو فيه فقط ضلعين متقابلين متوازيين ما رح نكون إلو اسم رح يضل بس شكل رباعي ليس متوازي أضلع ولا شبه منحرف مثل هذا الشكل و أيضا هذا الشكل هيك بيكون إحنا يا خامس خلصنا هذا الدرس كتير سهل رح يكون معكم بس واجب بسيط السؤال الأول صفحة 81 فقط هذا الجدول املؤوا على الكتاب وصوروه وبعتولي فقط بيكونوا تحطوا إشارة الصح تحت الشكل حسب هذه التصنيفات أو الخصائص لهذه الأشكال الثلاثة يعني يتتكون من أربع ضلع و أربع زوايا أي واحد منهم يتكون من أربع ضلع و أربع زوايا اللي بيتكون رح أحط مقابله صح حتى لو كانوا الثلاثة إذا كانوا يتكون من أربع ضلع و أربع زوايا رح أحط إشارة صح تحت كل من هذه الأشكال الثلاثة حلوا هذا الجدول وصوروه و لا تنسوا تبعتولي و أعطيكم العافية